بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو سيد العنابي اليوم إن شاء الله يجبك من وصفة ترونش باتسلي وهذه وصفة كنت حاطيتها قبل في قناتي ولكن كانت يعني مشاهدة نقصة اليوم أعود لك فقط لأني شوية مريض ما قدرتش نخدم وصفة أعود لك الموصفة هذه لكي تستفادوا منها وصدقوني وصفة ما شاء الله بيدن بيد بالماء فقط كنا عملناها قبل عدة وصفات عملنا ترطة وعملنا هادي واليوم أعود هاكم فقط لإستفادة منها إن شاء الله تكون المشاهدة قاوية وتكون يعني الإعجابات كثيرة حق ذا إن تتشر الفيديو في اليوتيوب الآن نروح معنا نشوفه كيف التحضير والمقادير نروح نشوفه يلا روح نشوفه ونحن نشوفه المقادير كيف التحضير متنسى منيش فقط بعد ذاك الإعجاب عبزوا عليه واتبعوا معي المقادير هنا في طاوة العمل كما كم تشوفه عندي كاس ونصف من الماء الماء عادي من حنفية وعندي كاس إلا ربع تسكر وعندي هنا نصف كاس زيت وعندي زوز كسان وملعقتين فارينة عندي ملعقة كبيرة فانيلا عندي ملعقة ونصف كاكاوبوني وعندي رشة ملح وعندي ملعقة كبيرة تخل وعندي نصف ملعقة صغيرة بيكربونات وكيس ونصف من خمير الحلويات هنا في إرسبيان أو في إناء نجيب الماء يعني هو كاس ونصف من الماء كون يعني من حنفية نجيب ورشة ملح وراح نضيفه هنا سكر كاس إلى ربع المفروض هنا يكون كاس بمقادير مضبوطة ولكن أنا نقص لأنه كاين شوكولاتة أو كاين كريم شانتي حلو ضفت هنا ملعقة كبيرة تاع فانيلا ونجيب الفوي نحرك جيدا حتى يدوب السكر يعني هنا بدون ضرب كهربائي بالفوي فقط بدينا نختمو هذا الترنش باتسري ونضيفه نصف كاس تاع الزيت ونزيد نضيفه بيكربونات هو نصف من العقة صغيرة هنا فقط يعني في حط الزيت لازم نضربه ياسر نضربه ياسر باش تتمازج كل هذا الزيت مع الماء ون يبقاش في السطح هذا الزيت شوفوا هنا أنا طولت يعني بزاف وتسرع في الفيديو نجيب الثالينا نحط الكاس اللول سعة الكاس ١٢٠ مليليلتر ووزن الكاس ١٥٥ نضيفه ملعقة ونصف كاكاو بني ونضيفه كيس ونصف خمير الحلويات كيس ونصف خمير الحلويات نضيفه رواحة 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 أنزء الخمير بيض المبيض ويترون بيض ووزن الذي يستطيع ويضوكها يقدم في بيض هنا نضيف الفيديو كاكاو سوف نضيف الكاس الثاني نعود نغرب المليح دائما نغرب لها دائما وكين نغرب لها جينة صافية ما شاء الله يعني نغرب لها مرة الأولى إذا جينها صافية خلاص نتمدع لها وإذا ما جينها مش صافية نقض نغرب لها كاملا نحطها في بدون أو في إناء ونحتفظ بها ونخلص فيها وقت الشدة هنا نخلط مليح ونضيف لها ملعقتين أخرى تفارينة لأنها جات شوية سائلة سنجي ملعقة الأولى نحرك ونشوف دائما في آخر غصفة دائما الفارين نحطه بالتدريج نحطه بشوية ونحركه ونشوفه لأنه كون نحطه يعني كمية كبيرة سنزيد ونضيفه الماء أو الحليب ونحن مدى بنا جينا مقادير مضبوطة نضيف الملعقة الأولى ونعاود الملعقة الثانية ودائما كما يتلك نغرب لها انتم قادر تجيكم فقط لأنه كل فارينة وعنها ميزتها وكين فارينة ليتشرب وكين فارينة ليتشرب هنا نضيف الملعقة كبيرة الخل ونعاود نحرك جيدا من الخلر المحسن ويعمل لذلك هشة ويحتفظ بالعلوته هنا بعد محركتها ملعقة نجيب سينية نضيفها كمية من المرغارين ونطلبها كاملة على السينية في الوسط في الجانب وحتى في الحواف طول وعرض سينية 37 على 24 37 على 24 لن تصبحوا في التعليقات لذلك يا عم يبو ساجد نقوم بطولها وقالتها 37 على 24 ونضيفها ونبدأ نضيفها كاملة كما ترى في الحواف وننفضها ونصبه كامل كما ترى نصبه كامل نجيب سباتيل ونبدأ نزلتها الباقي في الإنات هنا ونعمل طريقة هذه ونسويها كامل على الجوانب حتى يعني باش مدينة الجهة طلعة وجهها هابطة نحاول نعملها يعني قد قد ونخفط خبطات ملاح هكذا وندخلها الفرن على 180 درجة مئوية نطيبها من الأسفل ثم فوق حوالي 10 دقائق ونخرجها هنا نجيبه كامل عندي كاس حليب عندي ملعقة كبيرة سكر وعندي ملعقة صغيرة قهوة نسكافي او فنجان قهوة براس يعني يكون طيب بارد ونضعها هنا ويحب شربات سيرو يعني كل واحد وشي يحب هو وكل واحد يضوقه نحرك ملاح ونذهب ونرى ونرى الشانتية انا هنا سنجيب كاس ونصف من غبر الشانتية الملعقة هي بلونش ناج وكان حتى الأميرة تعجبني نجيبه كاس ماء بارد من التلاجة يكون متلج ونضربه في الشانتية ونبدأ ونضربه به في البتار حتى تطلع يعني دائما شانتية تطلع عليه ونأتي لان نجيب ملعقة ملاحة بلونش ناج والأميرة وحتى ملعقة أخرى ونأتي هنا اعطر الشوكولاتة يعطينا الضوء اعطر البندق والكارامال يعني انا بنين مع كيكة الشوكولاتة هكذا شوفوا طلعت معي ما شاء الله اذا هنا كملت نحي فوية ندخلها التلاجة ونجيبه كيكة بعد مدفات شوية يعني تقريب بردت نجيب وعود ثقاب هذا ونطقبها كاملة كما تشوفوا ونجيب الحالي بتاعي هذا اللي كنا حطينا فيه السكر ونسكها فيه ونشربها هنا تحبو تشربوها بكاس كامل تحبو بنص كاس نص كاس يعني كل واحد وش حبها نحبها ترية شربتها بكاس كامل انتم تحبوها شايحة تحبوها شوية شوية دعوا نص كاس بعد ما شرتها مليح خرجت شونتيتي ونبدأ نضع هكذا سنعندلها مليح نطلقها مليح بسباتيول يعني كاس ونصف من الشونتي يعني جاني قد قد مع لكم رزاس يعني جاني سواسوا يعني كنتم تعملوا فقط نطلقها ونطلقها مليح ونطلقها مليح ونطلقها في الحواف لنطلقها ونطلقها حوالي نصف ساعة حتى ساعة لنحضروا القاناج 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 اليوم ليس لدينا شوكولاتة كاولا اليوم جبت شوكولاتة منها زعلب اليوم فقط حبتت نقلل لأولادي جدمت شوكولاتة مع 4 كاس حليب دوبتها شوية وحطيت نصف نعقة كبيرة تعمل قارين وخدمت بها قاناج جاءت دوقها ويتماسكت وحكمت انتم فقط تحبوها اقتصادية كما تلك المسط الشوكولاتة لو عندي في القناة اعتقد تدخل القناة تجاوز الشوكولاتة تتبعها فقط شوية زيت شوية حليب شوية كاكاو وخمسين غرام شوكولاتة هكذا ونطلق عليكم مجناج ما شاء الله اليوم فقط هنا حبيت نقلل لشهم تتنهم الشوكولاتة هذه وبعد خليتها تفاتم ليح بردة شوكولاتة وخرجت من الكونجلاتير هذه الكيكا وحطيتها فوق منها نضع الشوكولاتة صحونة سوف تخرج لكم هذا الشوكولاتة وتخسر لكم يعني اذا كان خرجت الشوكولاتة سأقول لي لديها ديكار ما هو شباهية ونعدل هذه الشوكولاتة نضعها كاملة على السينية بسرعة لانها شوكولاتة جميلة وشوكولاتة الدافية دخلتها من التلاجة حوالي نصف ساعة أخرى بعد أن تمسكت مليح خرجتها سوف نقسمها بالسكينة سوف نحصل على 21 كعبة أو 21 حبة لأنهم يقولون كعبة نقولون كعبة لكن دائما في الفيديوهات نقول حبة كما تفهم قسمتها كما ترى ماشاء الله ماشاء الله القيادة قمنا بحينة شونتين laying شونتين القيادة ونجد اللذي نقسم نضعها من الأفوال ذكري ذلك كل ذلك نقوم بعمل كما قلنا ذلك لدينا قبل هذه لا أرواح لا أرواح هذا انا هنا اضطتها لحبيبات شوكولاتة شوفوا ايه ديكور ما شاء الله ما شاء الله اذا انا احبائي كما تلك معاكم كيكا هذي او الترنش باتسري اللي بلا بايد ومشاء الله جي ترية جي البنة ترية ترية ولا اروح الناس اللي شفوها قبل يعني رام شفوها وطبقوها وليما شفوهاش من المتتابعين جدد رأيو دانكم تقدروا تبقوها وهي جد اقتصادية اتصادية الا هذك الشانتي فقط يعني راح يجريكم واحد الكنزميل حتى 10 ميل فقط شوفو كيكا من الاسفل ترية هذك القناج ما شاء الله المهم روعة 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 تقدروا تجربوها بابخس اتنان يعني وتقدروا تديوها معاكم حتى الزيارات تعملوها لولادكم ضيوفكم حتى مشاريع تخدموها وتجيكم ان شاء الله اذا يا حبائي ما بقى لنقولكم السلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله لا تنسونا من الدعاء وتم خارجين دايما موصيكم هذاك الاعجاب فقط حتى تتم تحريك هذا الفيديو السلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة